التقى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة بمجموعة من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقرؤة المحليين والدوليين للتشاور معهم حول التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الإعلاميين لتغطية مجريات العملية الانتخابية القادمة رئيس الهيئة رياض الشكعة قال إن التعليمات تبنى على القانون والممارسات الفضلة والمعايير الدولية والقصد من ذلك شفافية المعلومة وصدقها وتوثيقها مشيرا إلى أن الأعلامية له حرية التعبير التي يحترمها ويقدرها تعليمات التنفيذية التي أرسلت هي نوع من البداية التشاور فيما بيننا طبعا التعليمات تبنى على القانون وتبنى على الممارسات الفضلة والمعايير الدولية كل القصد فيها شفافية المعلومة وصدقها شفافية المعلومة وصدقها وتوثيقها الهيئة ملزمة أن تعطي المعلومة الصحيحة الصادقة والإعلام بالخبر أو بالتعليق له حرية الإعلام التي نعرفها ونحترمها ونقدرها وأضاف إلى أن الهيئة لم تكن في حالة سكونة حتى مع عدم وجود انتخابات في الوقت الحالية فهي تبنى الهياكل التنظيمية لمدرياتها وتقوم بالدراسات والتعديلات على الأنظمة الانتخابية لم نكن ساكنين رغم أنها في حالة سكون الهيئة المستقلة إذا لم تكن هناك انتخابات الدائمة يقال عنها في الفقه أنها تكون في حالة سكون سكون يعني سكون ظاهري لكن داخلي تبني هياكلها التنظيمية مديرياتها تدرس العبر من المراقبين ماذا قيل عنها ما هي المعالجات ما هي الاحتمالات لصدور قوانين انتخابية أو تعليمات أو تعديلات في الأنظمة الانتخابية التي هي أساسا لب العملية الانتخابية الذي هو النظام الانتخابي وتطرق الحوار بعد ذلك إلى ملاحظات الإعلاميين والصحفيين والاستماعي لأرائهم حول التعليمات التنفيذية الخاصة بالاعتماد والرد على الاستثارات من قبل الهيئة وتدوين الملاحظات